مشاهدين دولاتي معدنا مع موجز الأهم الأنباء التاسعة صباحا مع هالة فضلي هالة شكرا عبدالصمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولف شولت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات حيث أعرب الجانبان عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وتشارك فيها الشركات الألمانية وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي رسميا انتهاء عمليتها في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية ويأتي الإعلان بعد يومين من عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات فضلا عن إكبار الآلاف من ساكن المخيم على مغادرته وقبل إعلان انتهاء العملية شنط يرون الاحتلال غارات جوية على أهداف في قطاع غزة دون وقوع إصابات قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي لنظيره الفرنسي إيمانوال مقا إن روسيا تخطط الاستفزازات خطيرة على حد وصفه في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو وأضاف زيلانسكي أنه نبه مقا خلال محادثة هاتفية إلى أن القوات الروسية تعد الاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا مشيرا إلى أنه اتفق على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلت وكالات أنباء روسية عن الأدميرل أوليغ غورينوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا قوله إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية ستبدأ في سوريا اليوم وستستمر لستة أيام وأضاف غورينوف أنه من المقرر في إطار التدريب التطرق إلى مسائل العمل المشترك للطيران والدفاع الدوي وقوات الحرب الإلكترونية قال مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك خلال زيارة لبريشتينا عاصمة كوسفو إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات السياسية والاقتصادية عن كوسفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية وأضاف لايتشاك أن رغبة الاتحاد الأوروبي هي عدم وجود عقوبات مشيرا إلى أن الغرض من المناقشات مع كوسفو هو الوصول إلى المرحلة التي يتوقف فيها الصراع في شمال البلاد نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضوابط أكثر تشددا فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة منددا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة قبل العيد وقال بايدن إنه في الأيام القليلة الماضية عانت الولايات المتحدة مجددا من موجة عمليات إطلاق النار في أنحاء البلاد مضيفا أنه ينبغي القيام بمزيد من الخطوات للتصدي لآفة عنف السلاح الذي يمزق المجتمع الأمريكي مشيدا بإجراءات لضبط الأسلحة أقرت في ولاية إلينوي عقب الهجوم في هايلاند بارك ورياضيا تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما بفوزه على نظيره الغيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاذ تنجة بالمملكة المغربية ليواجه نظيره المغربي في نهائي البطولة وبتأهله إلى النهائي يكون المنتخب الأولمبي قد تأهل أيضا وبشكل مباشر إلى أولمبياد باريس عام 2024 حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى الأولمبياد فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره من القارة الأسيوية للتنافس على التأهل إلى الأولمبياد انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل